السؤال بقى اللي يطرح نفسه هنا ان احنا لو رجعنا لأبجاديات اصلا انشاء البريكس وهو كسر هيمنة الدول الغربية والعنوان اصلا بتاع النسخة دي من البريكس هو التعاون ما بين دول البريكس ومجموعة مجموعة الجنوب وازاي ان هو يتم الوصول الى ايجاد شراكة ما بين المجموعتين يعني مجموعة البريكس ودول الجنوب لو رجعنا بقول لأبجاديات اصلا انشاء والفلسفة من وراء انشاء تجمع البريكس هو كسر الهيمنة الغربية على مجريات الامور ما هي نقول ايه التحديات الصعاب علشان يبقى مجموعة بريكس توازي هذه الهيمنة لو جزت عبيريا خلينا اقول حضرتك ان رغم كل اللي احنا قلناه من بيانات والتي بتعتبر مهمة جدا ولكن ما زالت مجموعة البريكس اصلا عندها نوع من التحديات الداخلية يعني مثلا وجود بعض الخلافات بين المجموعات الكبيرة في دول البريكس زي مثلا الصين والهند ايران وبعض الدول الجديدة المنضمة ما زال برضو ده هيكون لتأثير ويعتبر تحدي هام جدا ولكن يمكن حل حالته عند الجلوس على طاولة واحدة لدراسة المصالح الاكبر من هذه الخلافات خلينا نقول برضو ان حجم الدول الجنوب محملة بالجزء كبير من الاعباء والديون يمكن ده كان بيؤثر على خطط التنمية والنمو الاقتصادي لهذه الدول فده يعتبر تحدي اخر فكرة النهاردة ان احنا نصدر عملة موحدة ده هدف نبيل جدا ولكن تعال نشوف عندنا تحديات كبيرة جدا عندنا حجم التجارة وحجم الحروب اللي بتواجهها بعض الدول الكبرى احنا عندنا حرب تجارية ما بين الولايات المتحدة الامريكية والصين ويمكن بتتمثل في النفط الجديد اللي احنا بنطلق عليه اللي هي المايكرو تشابس او الصناعة التكنولوجية ده بنسميه النفط الجديد وده يعتبر احد اهم الحروب التجارية على مستوى العالم او في العصر الحديث النهاردة وجود احد اهم الدول الكبرى في هذه المنظمة والتي بتواجه عقوبات دولية اللي هي روسيا فالنهاردة دي برضو تعتبر احد اهم التحديات امام هذه المجموعة نازلنا بنقول ان هذه المجموعة ووجودها والقوة اللي موجودة للدول دي اعتقد ان هي بتورس الرسالة ان هناك نمو او ظهور لقوة عالمية جديدة ونظام جديد بيوازي الدولار فكرة النهاردة كلمة هيمانة الدولار انا يمكن زي ما ذكرت الحديقة مش بتطفق فيها قوي لان النهاردة ده امر واقع احنا محتاجين نخلق نظام عالمي في سلة من العملات في حجم من التجارة في سيطرة لهذه التجارة ما بين مجموعة من الدول فبالتالي نبتدي نقول لا احنا هناخد عمل جديدة للتسوية التجارية فبتدي اكثر جزء من سيطرة الدولار على هذا الاتجاه ترجمة نانسي قنقر